اعلان القاهرة ربما يكون هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا حاليا هكذا صرح المستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي في خضم تفاقم الأزمة الليبية مشيرا إلى أن أهمية الإعلان تكمن في عدم تهميش أو إقصاء أحد مما يوفر إجماعا بين الليبيين عليه مع وجود توافق واتفاق على ألا تكون السلطة التنفيذية والبرلمانية مجتمعة في إقليم واحد كما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا معربا ترحيبه بالوسطة الروسية في تسوية الأزمة الليبية وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو للقاء المسؤولين الروس وبحث العديد من القضايا وعلى رأسها مناقشة وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية وإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين يأتي هذا بالتزامن مع وصول وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين إلى ترابنوس مع توقعات بعزم تركيا فرض مرشحها خالد الشريف لتولي رئاسة المخابرات في حكومة فايز السراج في تدخل سافر ينبئ بمدى التوغل التركي وخططه للسيطرة على الأوضاع في ليبيا مع تأكيد الجيش الوطني الليبي أن بنود اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق تعد فرض إرادة وغزل جديد على البلاد بعد أن وقع وزير الدفاع التركي ورئيس أركانه اتفاقية عسكرية مع كتائب حكومة الوفاق الليبية التي تسيطر على ترابنوس وذلك لضمان مصالح أنقرة في ليبيا